موسيقى الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لتحرير الحويجة من احتلال مسلحي داعش موسيقى قصف متجدد على ريفي إدلب وحماب بعد مضي يومين على أستانا وفي المكسيك أعداد القتل في تزايد والبحث عن جينا تحت الأنقاض مستمر أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من العراق إذ أعلن الجيش العراقي في بيان الله بدأ معركة تحرير الحويجة من احتلال داعش الإرهابي جنوب غرب مدينة كاركوك بعد أن كان قد قتل أهم قادة تنظيم داعش في قضاء عانى غربي محافظة الأنبار بينما أدى قصف لقوات تحالف الدولي في القضاء إلى تدمير ثلاث سيارات مفخخة بالتزامن مع تزايد الاشتباكات إلى سوريا حيث سيطرت قوات سوريا الديمقراطية ليلة أمس الأربعاء على مبان ومواقع جديدة في مركز مدينة الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع أفراد داعش أكرت مصادر عالمية محلية سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مبان المجمع والكنيسة وعبارة الدرويش والمجمع التربوي ومستشفى التوليد في قلب مدينة الرقة بعد اشتباكات مع أفراد تنظيم داعش وصلت الطائرات الحربية الروسية وطائرات قوات النظام السوري ضرباتها الجوية على ريفي إدلب وحمى مقاعة قتلى وجرح بين المدنيين ومسجلة عشرات الضربات الجوية على المناطق المحررة وسط استمرار القصف لم يمضي كثيرا على انتهاء مؤتمر أستان الأخير الذي اتفقت خلاله روسيا وتركيا وإيران على شمول محافظة إدلب ضمن مناطق خفض التصعيد في سوريا إذ كثف الطيران السوري غاراته على مدن وبلدات ريف حماس شمالي والشرقي وريف إدلب منذ ثلاثاء وحتى صباح الأربعاء وقال ناشطون أن الغارات الجوية كانت عنيفة نفذها الطيران الروسي بمساندة طيران النظام بالصواريخ الفراغية الغارات التي جاءت رغم اتفاق أستان تركزت بشكل رئيسي وفق ناشطين على المشافي الطبية والأماكن السكنية ما أوقع عددا من القتلى والجرحى ودمار عدة مشاف وخروج أخرى عن العمل قتلت ممرضتان وجرح عدد آخر من المدنيين إثر قصف لطائرات حربية تابعة للنظام السوري وروسيا بالصواريخ الفراغية والمضلية استهدفت مستشفى التوليد في بلدة التح بريف إدلب وفي ريف حما قتل مسعفان اثنان من منظومة شامناء الطبية جراء قصف جويا للنظام السوري على محيط قرية العطشان في الريف الشمالي الشرقي كذلك تعرضت مستشفى الرحمة ومركز الدفاع المدني في مدينة خانشيخون لغارات من طائرات حربية يرجح أنها روسية ما أدى لاندلاع حرائق دون ورود معلومات أخرى حسب ناشطين وكانت منظمات دولية عديدة تهمت روسيا باستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني بشكل ممنهج وتتهم منظمة العفو الدولية روسيا بالتورط بجرائم حرب في سوريا واعتبرت المنظمة في تقرير سابقا لها أن هذه الجرائم هي الأفضع منذ عقد حيث تقوم طائراتها باستهداف المدنيين عمدا ثم تعود لاستهداف عمال الانقاذ كما استهدف الطيران الروسي عدة بلدات بريف حماب أكثر من سبع غارات روسية بصواريخ الفراغية والارتجاجية ما أدى لانهيار منزل على ساكنيه إضافة إلى قتل أربعة مدنيين بينهم رجل مسم سياسيا فشأن السوري حذر رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربة من استمرار الصراع السوري مؤكدا أن سوريا أصبحت محورا لمواجهة دولية في مكافحة الإرهاب وتقاسم النفوذ في الوقت نفسه جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى التشاوري الأول للقبائل والقوى السياسية العربية السورية في المنطقة الشرقية والذي استضافته القاهرة من هنا تداعينا لنرفع الصوت قبل فوات الأوان وقبل الدخول في متاهات لعبة الأمم التي لا نعرف نهاية ولا مستقرة تحذير انطلق من القاهرة على الإسان رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربة خلال المؤتمر الأول للقبائل العربية السورية بالمنطقة الشرقية تحذيرات اقترنت برؤية من خمس نقاط طرحها الجربة منها التأكيد على مواجهة الإرهاب وأن الحل السياسي لا ولن يكون إلا متوازنا ويراعي مطالب السوريين وتثبيت حقوق مطالب جميع الفئات والتشديد على إطلاق حوار وطني التأكيد على أن تكون خطة المرحلة الانتقالية مفصلة وواضحة لجهة الإدارة السياسية وطبيعة النظام الجديد الذي ستفرزه والمنظومة الكاملة للحقوق والواجبات التي سيكفلها دستور سوريا الجديد هذا المشروع الذي يحمل رأيته اليوم مثلث الصمود العربي الوازن المتمثل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ولكن عندما نتحدث عن خيار عروبي وطني سوري نتحدث عن شراكة حقيقية لا نأكل فيها حق أحد الاجتماع دعا إلى الوقوف بثبات في الدفاع عن الحقوق حتى آخر رمق في الميدانة لمواجهة استبداد النظام وعصابات الداعش وغيرها القبائل موجود دورها من أول يوم بالثورة وهي المشاركة ولكن أشنا أريد تأطير دور القبائل وتوحيده ومنهجته يكون منظم وفحال لم يغلق الجرب الباب أمام نقاطه الخمسة لكنه تركها للاقتراح والتعديل مما يشكل منطلقا عمليا وإطار عمل سياسي لأخبار الآن رمضان المطعاني القاهرة إنسانيا فشن السوري بعد موجات النزوح التي اشتاحت مناطق سورية عدة توجه نازحون إلى الخيام هاربين من قصف يطالهم من جهات عدة لتواجههم صعوبات جديدة كان أخيرها انتشار القوارض والحشرات بشكل كثيف نسبة لانعدام الصرف الصحي في معظم هذه المخيمات مستهدفة الصغار والكبار لحين تغيب المنظمات الإنسانية وفرق الدعم النفسي عن تأدية واجبهم تجاه سكان الخيام منذ أربعة أشهر أو أكثر التفاصيل في تقرير مراسلنا همام أبو الزين تراجع دور المنظمات الإنسانية والإغاثية فضلا عن حملات التوعية الصحية في مخيمات النزوح سيما في ريف حلب الشمالي بدأ يرقي بغداله ولعل الحملات التوعية أكثر ما يفتقده النازحون وإن كانت الحاجة للغذاء أشد وأهم إلا أن هناك ضرورة لذلك فما جرى مع الطفل محمد خير دليل إذ تعرض الطفل البالغ من العمر عشرة أعوام للدغة عقرب سمه كادت أن تتسبب موته لولا تدخل القدر ذهب مفعول اللدغة وبقيت آثارها واضحة على قدمه التي تذكره بلحظة الألم الأولى كل ما غرنها إليها رأت على جيرانه أتفرج على التفريزيون وردأني العقرب حسيته كبتل الأبرة فاتت جيت بقال الأمي فات بإجري شوكه شاهدتها جارتنا وبدأتها بالستين وطرع مننا الدم فبتل الفاسد وما تواجهني خذونا على الدكتور معاناة النازحين لا تقتصر على انتشار الحشرات والزواحف السامة إذ بدأت القوارض بأنواعها بالتغلغل في مخيمات شمارخ على وجه التحديد فأبو محمود الذي ذاقى مرارة النزوح ثلاث مرات يسهر الليل على أمن أسرته خوفا من دخولها إلى الخيمة التي لم ينعم فيها بالأمان والذي فر إلى هنا باحثا عنه العقارب والجرادين على طولهم كافشة أنا ينام بهالمكان هذا هذا المكان اللي أنا ينام به كل الليل الجرابيع والجرادين والعقارب حوالينا وما يفاقم معاناة النازحين انعدام الكهرباء والنقص الحاد في المياه الصالحة للشرب هذا بالإضافة لاحتقادها للصرف الصحي وتلك الأسباب مجتمعة عززت انتشار القوارض والحشرات سطعنا امساك أقرب بين الخيم اللي هو واحد من آلاف الحشرات الموجودة بالمخيم قوارض زواحف والسبب الرئيسي لوجود هالحشرات هي المستنقعات اللي شايفينا بعيونكم بين الخيم الهروب من الحرب قد يدفعك لتواجه واقعا لا يقل خطورة عن نيران المدافع والطائرات وهذا ما يعكس حال سكان مخيمات الحدود في ريف حلب الشمالي سيما منطقته شمارخ وزغراء علاوة على ما يعانيه سكان المخيمات الداخلية من نقص بالخدمات وشح بالمساعدات الإنسانية تأتي القوارض والحشرات السامة لتفاقم معانتهم وليظهر جليا حجم المؤسي التي يعيشونها في أخبار الآن همام أبو الزين ريف حلب الشمالي في الشن الخليجي اعلن وزير الخارجية السعودي عدل جبير أن حل الأزمة القطرية سيكون خليجيا وأنه يجب على قطر الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب وكد أن على قطر وقت خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول انتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد الخليفة الخطاب الذي أدل الخطاب الذي أدل به أمير قطر في الأمم المتحدة الذي لم يأتي فيه بجديد لكنه أوضح أن دول محاربة الإرهاب تطمح أن تكون قطر إلى جانبها في هذا الشأن وقال الشيخ خالد الخليفة إن مسألة مئة يوم من الأزمة مع قطر هي جزء من وضع صبرنا عليه طويلا مؤكدا أن خطاب الرئيس الأمريكي الذي تحدث فيه عن محاربة الإرهاب هو عمود رئيسي لموقفنا من دولة قطر قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلام خريطة طريق لهذا البلد تقوم على عدة محطات مؤسساتية قبل انتخابات عامة من أجل إعادة توفير مستقبل للليبيين وقال في افتتاح اجتماع حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الليبيين وعدوا قبل ست سنوات وعدوا بعملية انتقالية واليوم هم متعبون ويريدون الخروج من حالة الشك نشأت الحركة الكشفية في ليبيا في عام 1954 على يد علي خليفة الزائدي من ذلك الحين وقادتها يقومون وبشكل مستمر بتخريج دفعات متميزة من الكشافين علاوة على أعمال أخرى فرضتها ظروف ليبيا الحالية على قادتها من دافع الوطنية والواجب الأخلاقي نتابع التقرير التالي تلعب الحركة الكشفية في ليبيا منذ نشأتها دورا كبيرا في تربية النشأ وتكوينهم وتنمية مهاراتهم دور تضعف خلال السنوات القليلة الماضية بالنظر لانتشار عدة ظواهرها الدامة مما جعل المسؤولية الملقاة على عاتق قادة وقائدات الحركة الكشفية أكبر وأكثر أهمية ممكن السبع سنوات الأخيرة أو الخمس سنوات الأخيرة إننا نزيد من جرعة المساهم هذه في تربية النشأ في اتجاهنا صراحة في اتجاه متوازي في خطين متوازيين أولا كيف نقدر نحصن منتسبيننا في الحركة الكشفية من هذه الظواهر هذه ثانيا كيف نقدر نأهل قياداتنا إنهم فعلا يساهموا أو يساهموا في تربية النشأ تربية سواء منتسبين الحركة الكشفية أو بناء المجتمع تربية صالحة وابعادهم عن الظواهر الهدامة جهود مضنية تبدل هنا دورات إعداد لا تتوقف فهذه الأيام يقام إعداد للقائدات على مستوى مدينة طرابلس تتلقى فيه المرشدات المرشحات للقيادة شروحا عديدة للقيادة النجحة والسبول الكفيلة بتنمية قدرات المنتسبات الجدد للحركة الكشفية حتى يدسن لهم تقديم رسالتهم على أكمل وجه في الآوينة الأخيرة المسئولية زادت علينا شوية ودورنا سيكون أكبر وأقوى نحاول بقد ما نقدر أننا ديما يكون لدينا في صف جديد ديما في جيل جديد ديما في قيادات جديدة تطلع طبعا اليوم لدينا دورة إعداد ندارينها بالشعار جميل كان قائدات شابات حركة مزدهرة نتمنى أننا الجيل هذا يتربع الأهداف والمبادئ والأسطة التربوية التي نتربين عليها رغم عدم تقديم الدعم والاهتمام الكافي من قبل الحكومات المتعاقبة في ليبيا للحركة الكشفية بل وإهمال بعضها لها إلا أنها تواصل كل يوم وبإمكانيات شحيحة عطاءها في تربية أجيال متعاقبة كان وسيكون لها دور في بناء وخدمة مجتمعها معتزل خريف لأخبار الآن طرابلس أحييكم من جديد أمضى عمال إنقاذ مكسيكيون ليلة ثانية وسط الحطام بحثا عن ناجين محتملين من أقوى زلزال يضرب البلاد منذ 32 عام فيما تجاوز عدد القتل 230 شخص وقال الرئيس إنريكي بنو نيتو إن أكثر من عشرين طفلا ماتوا وفقد ثلاثون آخرون بعد انهيار مدرسة وسببت قوة الزلزال التي بلغت سبع درجات وعشر الدرجة أضرارا كبيرة في الولايات المجاورة وحدث الزلزال بعد فترة قصيرة من مشاركة كثير من الناس في تدرب على الزلزال بعد 32 سنة بالتمام والكمال على ذكر الزلزال الهائل الذي ضرب المكسيك سنة 1985 ها هي الذكرى تعود بزلزال آخر يناهزه قوة سبع درجات وعشر الدرجة على مقياس رختر تهز الأرض من تحت السكان تطيح بالمباني وتخلف مئات القتلى الزلزال الذي ضرب وسط المكسيك أسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص منهم أكثر من عشرين طفلا بينما فقد ثلاثون طفلا آخرين بعد انهيار مدرسة ومن المتوقع أن الزلزال سيفضي إلى قتل ضحايا آخرين ففي العاصمة وحدها انهار ثلاثون مبنى الزلزال وقع بعد فترة قصيرة من مشاركة أعداد كبيرة من الناس في تدريب على الزلازل وانقطعت الكهرباء وخطوط الهاتف عن نحو مليوني شخص من سكان العاصمة وحذر مسؤولون السكان من التدخين في الشوارع لاحتمال تسرب الغاز حالة الطوارئ أعلنت في المناطق المتضررة ووحدات من الجيش أرسلت للمساعدة يذكر أن المكسيك تقع في أحد أكثر المناطق النشطة من حيث الزلازل في العالم إذ توجد فوق ثلاثة من أكبر الصفائح التكتونية في الأرض وهي صفائح أمريكا الشمالية والكوكس والمحيط الهادئ وتعرضت البلاد طبقا لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية لتسعة عشر زلزالا بقوة ست درجات وخمسة أعشر درجة على الأقل على بعد نحو مائة وخمسة وخمسين ميلا من بؤرة الزلزال الأخير خلال القرن الماضي قالت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية إن الزلزالا تحت سطح الماء بقوة خمس درجات وسبعة عشر درجة وقع قبالة الساحل الشمالي جزازيرة جاوة في إندونيسيا وقع الزلزال على عمق خمسمائة وثمانية وثمانين كيلومترا وعلى بعد مائة وخمسة وعشرين كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة سوربايا في جاوة وورد في بادئ الأمر أن قوة الزلزال تبلغ ست درجات أيضا ضرب الزلزال بقوة ست درجات وعشر درجة قبلة الساحل الشرقي لليابان كما أفاد المركز الأمريكي لرصد الزلازل في حين لم تصدر السلطات أي تحضير من خطر حصول السونامي ونقلت وكالة فرانس بريس عن المركز أن مركز الزلزال يقع على بعد مائتين وواحد وثمانين كيلومترا شرق مدينة كامايشي كبرى جزر اليابان وعلى عمق عشرة كيلومترات فقط عن سطح الماء ضرب الإعصار ماريا بورتريكو ليكون أقوى عصفة تضرب الأراضي الأمريكية في نحو تسعين عام حيث وصل الشوارع إلى أنهار مليئة بالحطام ودمر المباني وقطع الكهرباء بعد أن قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في منطقة الكاربي وكان ماريا هو ثاني عصار كبير يمر بالكاربي هذا الشهر محملا برياح سرعتها القصوى مائتين وخمسون كيلومترا في الساعة وتصاحبه أمطار غزيرة عندما وصل إلى اليابسة قرب يابوكوة في جنوب شرق الجزيرة التي يسكنها ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف شخص قالت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على شخص سادس فيما يتعلق بهجوم في محطة بارسنوز جرين لقطارات الأنفاق في لندن أسفر عن إصابة ثلاثين شخصا بجروح وبحسب وكالة رويترز قالت الشرطة في بيان أنها اعتقلت شابا يبلغ من العمر سبعة عشر عام في جنوب لندن قضت محكمة بسجن سوري مقيم في ألمانيا لمدة ثلاثة عوام ونصف العام عن دوره في خطف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قرب دمشق قبل أربع سنوات ووفقا لبيان من المحكمة الألمانية التي حاكمته فإن الرجل أدين بالتواطئ في خطف الجندي ولم يذكر البيان تفاصيل عن دوره نشر مؤخرا مجلس السلم والأمن الاتحاد الأفريقي تقريرا حول تطور الوضع السياسي والأمني والإنساني في مالي ومنطقة الساحل مبرزا أهم التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة خاصة الجانب الأمني منها لكن كيف ينعكس هذا على حياة المواطن اليومية؟ هذا ما سنعرفه في تقرير مفادنا إلى باماكو جمال لعرب نتابع كثيرا ما تطلعنا أصحف المحلية على تردي الوضع الأمني هنا في باماكو لكن كيف ينعكس هذا على الحياة اليومية للمواطن داخل المدينة؟ يقولون إذا أردت أن تعرف حال مدينة ما عليك إلا بركوب سيارة الأجرى للاستماع إلى انشغالة أهلها وهذا ما قمنا به بالفعل يكوزا سائق التاكسي العشريني يخبرنا بأن الوضع الأمني في مالي أصبح أحسن من ذي قبل لكن هذا غير كاف لتحريك عجلة التنمية في البلاد نحن في مالي نود أن تعود الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد خاصة بعد عودة الأمن وبقدوم الاستثمارات إلى البلاد نحن الشباب سنتمكن من الحصول على فرص عمل وهكذا سنتمكن من تحسين معيشتنا تركنا سائق التاكسي وسألنا بائع الحرف اليدوية الذي هو بدوره أكد لنا أن غياب السياح عن البلاد سببه المشاكل الأمنية لا يوجد سياحة اليوم وليس الحال كما كانت عليه سابقا ورغم الجهود الأمنية في مالي يبقى الخوف والترقب والجو السائد في البلاد من أي عملية إرهابية جمال عريبي لإخباري الآن باماكو مالي أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها دراسة التعلق الشديد بالهاتف الذكي يؤثر سلبا على العمل إذا كنت لا تستطيع الابتعاد عن هاتفك الذكي فسيتأثر عملك في النهاية بحسب دراسة ألمانية وجدت أن هناك صلة بين التراجع في الإنتاجية والإدمان على استخدام الهاتف الذكي ومن صحيفة الشرق الأوسط اخترنا لكم مشاهدين مقهى بريطاني يوفر لك النوم والأكل في السرير في شرق لندن يوجد مقهى فريد من نوعه محوره النوم ويدعى بوب أب كافي يوفر هذا المقهى للزبائن أسرة للنوم مع الإفطار في السرير وبعد النوم يأتي الطعام للزبون في السرير أيضا اخترنا لكم أيضا من صحيفة النهار جيميل يضيف تحويل أرقام الهواتف والعناوين إلى الروابط تعمل جوجل على إضافة ميزة جديدة في بريدها الإلكتروني جيميل على أجهزة أندرويد وآي أو أس ومستخدمي الويب تتمثل بتحويل النص إلى روابط تشعبية تفاعلية عندما يكتشفون أرقام الهواتف والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني في رسائل البريد الإلكترونية ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم USA Today تطلق مشروعا لرؤية الجدار الحدودي مع المكسيك عبر الواقع الافتراضي جاء في تفاصيل الخبر أطلقت صحيفة USA Today برنامجا للواقع الافتراضي العام الماضي للسير على خطى ما فعلته نيويورك تايمز وإي بي سي نيوز ومؤخرا كشفت الصحيفة الأمريكية عن تجربة جديدة لرؤية الجدار الحدودي الذي وعدت حملة تراب ببنائه مع حدود المكسيك لاستكشاف تداعيته المحتملة وختاما مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية أبل أزالت ميزة يفضلها 76% من مستخدميها في آيفون أكس يتي هاتف آيفون أكس أو تين الجديد هذا الخريف من دون ميزة اعتاد عليها كافة مستخدمي أبل وهي إلغاء أبل لمفتاحهم وبالتالي إعلان وفاة ميزة الوصول أو ريتش بلتي التي تتيح للمستخدم التعامل مع شاشة الهاتف بيد واحدة بسهولة عبر الضغط مرتين على حساس البصمة نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا وضعت منظمة الصحة العالمية خطة عمل عالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات بعدما نشأت ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وفي حال عدم انتخاذ الإجراءات اللازمة فإن العالم يتاجه نحو حقبة ما بعد المضادات الحيوية التي يمكن فيها لأمراض معدية شائعة أن تصبح مجددا أمراضا فتاكة تفاصيل أوفا عن تقرير منظمة الصحة العالمية مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن الزميلة عبير عبدالله عندما تصبح الميكروبات مقاومة للأدوية المضادة لها تتقلص الخيارات المتاحة لمعالجة ما تسببه من أمراض ويتزايد معدل انتشارها والإصابة بالعدوى وبكائنات مجهرية مقاومة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة بما في ذلك استطالة مدة المرض وزيادة معدلات الوفيات والمكوث في المستشفيات لفترات ممتدة وفقدان المريض للحماية أثناء خضوعه للعمليات الجراحية أو إجراءات طبية أخرى وزيادة التكاليف لذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من تراجع حاد في أعداد أدوية المضاد الحيوي الجديدة التي يتم تطويرها لمواجهة ارتفاع مقاومة بعض الطفيليات للمضادات القديمة وفي تقرير حديث قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن مقاومة المضادات الحيوية أصبحت حالة طارئة تهدد تطور العلم واستشهدت المنظمة بالبكتيريا التي تسبب مرض السل وتقتل نحو ربع مليون شخص كل عام بعد أن طورت نفسها لمقاومة المضادات الحيوية وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن هناك حاجة ماسة لمزيد من الاستثمار في الأبحاث والتطوير لمواجهة العدوى المقاومة للمضادات الحيوية بما في ذلك السل وإلا سنكون مجبرين على العودة إلى الزمن الذي كان الناس به يخشون الأمراض المعتادة وحددت المنظمة 12 فئة من مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية من ضمنها بعض الالتهابات الشائعة كالالتهاب الرئوي والتهاب المسالك البولية التي تتزايد مقاومتها وتحتاج إلى تطوير علاجات جديدة سريعا وفي أخبارنا الاقتصادية ارتفعت أسعار التعاقدات الأجلة للنفط في ختام التعاملات الأمريكية يوم الأربعاء رغم الارتفاع الكبير في مخزون الخام الأمريكي يتذلك في حين أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك إلى إصرارها على الحد من الإمدادات في السوق العالمية وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بشدة خلال الأسبوع الماضي شغل اسم محمد مرتبة ثامنة ضمن قائمة أكثر الأسماء شعبية بين موليد العام الماضي في إنجلترا وويلز وبحسب صحيفة دايلي ميل أشارت فيه إلى أنه تم إطلاق اسم محمد على ثلاثة ألاف وتسعمائة وثمانية مواليد أبصر النور العام الماضي في إنجلترا وويلز وضفت الصحيفة أن اسم أوليفر جاء في المرتبة الأولى لهذه القائمة إذ أطلق هذا الاسم على أكثر من ستة ألاف وستمائة مولود وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تفكير بما جاء فيها من عناغين الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لتحرير الحويجة من أيدي مسلح داعش قصف متجدد على ريفي إدلب وحمى بعد مضي يومين على أستانا وفي المكسيك أعداد القتلى في تزايد والبحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمر بهذا أيضا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعتنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين بعد أقل من نصف ساعة في موجة الأنباء دائما كونوا معنا اشتركوا في القناة